ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة نكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد وفقرتنا دلوقتي عن الحقن المجهري كلهم نسمع عنه لكن ما نعرفش تفاصيل عن عملية الحقن المجهري وإيه هي شروط إجراء عملية الحقن المجهري ونسبة نجاح العملية دي وأهم التقنيات الجديدة اللي بتطبق لإنجاح هذه العملية هنتكلم عن الموضوع ده ومواضيع متعلقة مع دكتور وستشاري دكتور محمد فريد استشاري أمراض الناس وتريد والعقب صباح الخير يا فندي صباح الخير يا دكتور في البداية عايزين نشرح للمشاهد البسيط اللي مش عارف يعني إيه حقن مجهري بطريقة بسيطة يعني إيه حقن مجهري بسم الله الرحمن الرحيم هو الحقن المجهري يعني نقدر نقول أنه مرحلة تالت أطفال الأنابيب يعني بعض الناس يقول تالت يعني عدت مرحلة بعديها يعني إيه بعديها يعني إحنا أول ما ابتدينا كنا بنحاول نفكر يعني نوصل إزاي إلى الناس اللي عندها عقب وبأسباب كتيرة جدا نقدر أن إحنا نوصل إلى أن يكون في بيبي يكون في جنين من 30 سنة بالضبط ابتدى هذا الموضوع لغاية لما وصلنا إلى أطفال الأنابيب وأطفال الأنابيب يمكن كانت فكرتها برضو مبسطة شوية أن إحنا كنا بناخد البويضات من السيدة وبناخد الحانات المنوية ونعمل لهم الاتنين مع بعض ميكسنج سموها أنابيب عشان كده أن ده في أمبوبة وده في أمبوبة نحطهم ميكسنج وأنه فيه بعد كده بنقدر نفحصهم خلال 48 ساعة ل72 ساعة ونشوف أني بويضات خصيبة ونقدر نرجع الأجنة التي البويضات بعد ما تخصصها تسمع أجنة ونرجع الأجنة داخل الرحل من هنا بدأ التقنية كل مدى ومدى عايزين نوصل إلى نسبة نجاح أعلى يمكن إحنا النهاردة لما ابتدينا هذا الموضوع كانت نسبة النجاح وليلة جدا على مستوى العالم النهاردة نسبة نجاح الحقن المجاري وصلت إلى 40% ويمكن إن شاء الله في خلال السنوات الجاية فيه زيادة أكتر لأن إحنا بدأنا وده يمكن الجديد إن إحنا بنحاول في كل مرحلة من مرة الحقن المجاري ندور على التقنيات الأحدث عشان نوصل إلى نسبة نجاح أعلى طب خلينا نقول إيه هو هنقول بقى الحقن المجاري هو إيه هو إنه كلمة مجهر هي وميكريسكوب أي إنه الحقن تحت الميكريسكوب يعني إيه برضو كلام ده يعني إحنا بناخد البويضات ده ده التبسيط بناخد البويضات وهنقول إزاي دلوقتي وبناخد الحقنات المنوية وتحت الميكريسكوب بنخلي ناخد حيوان منوي وليه شروط هنقولها برضو وديه التقنيات الجديدة نرجع نحقن الحيوان المنوي داخل البويضة أي الإخصاب تحت المجهر يعني إن أنا بضمن إن هذه البويضة أنا خصبتها بالحيوان المنوي ده فأنا ضامن ضامن أن هناك إخصاب قد تم دي بواسطة المعمل هنا سمناها الحقن المجهري أي الحقن تحت الميكريسكوب يلذلك نحط في حضانة البويضة التي خصبت وبعد من 48 إلى 72 ساعة بنبتدي نشوف إيه اللي حصل هل هناك بدأ فيه نمو بدأ فيه انقسام للخالية لغاية لما بنصل إلى مرحلة معينة من الانقسام وبنرجع هذا الجنين داخل الرحم ده ببساطة الحقن المجهري لكن عشان نفهمه أكتر لازم نفهم يعني 1, 2, 3, 4 هي مرحلة تنشيط المبايد الأول يعني أول مرحلة يعني إن أنا لما باجي أبتدي لازم نمرحلة التنشيط مرحلة التنشيط ودي نقطة مهمة جدا وحصل فيها في خلال الخمس سنين الفات استحداثات كتيرة جدا لأنه التنشيط لشروط مش أي واحدة هديها عدد من الحقن أو التنشيط بإيه أوصل لغاية قد إيه كان زماني من خمس سنين ابتدينا أن احنا ندي 300 انترناشل وننت يعني حوالي أربع حقن من الحاجة اسمها HMG وبعدين لقينا إن كنت مؤتمر في إيطاليا من سنتين لقينا أن دي دوزة عالية جدا وقد تسبب في بعض الأحيان مشاكل أخرى اللي هي هي هيبر استيميوليشن يعني إثارة للمبايد أكتر من اللازم ودي تعرض الموضوع الحقن المجاري إلى مشاكل كتيرة جدا فبدأنا نعمل adjustment للدوز يعني أننا أدى الجرعة المزبوطة وده برضو اللي بنبتدي بها واحدة واحدة يعني أول واحدة في حالات التنشيط لازم أن أعمل controlled stimulation يعني إثارة بدرجة ما توصل لش المبايد إلى hyper stimulation إن السيت تخش في مشاكل طبية أخرى أوقف بيها abort cycle يعني أوقف في السايكل كلها عشان خاطر هذه السيدة هتخش في مشاكل طبية نتيجة الإثارة نتيجة التنشيط اللي أنا ما كنتش أعمل حسابه يعني التنشيط لازم يبقى ليه حد معين لازم أن يبقى controlled ما يبقاش أوصل الست إلى درجة يبقى فيها مشاكل تانية عليها تانية حاجة لاختيار الحيوان المنوي ودي من أهم الحاجات إحنا في الأول كنا بناخد بالشكل يعني إيه بالشكل يعني تحت الميكروسكوب أنا بحقص العينة وبشوف إيه الحيوان المنوي اللي بتجري وكويسة والأكتفة بتاحها والنشاط واللي هو ما فيهوش أي abnormality أي عيوب خلقية في الحيوان المنوي النهاردة من سنتين بالزبط بقى فيه حاجات أحدث يعني إيه أحدث بقى إنا نختار الحيوان المنوي اللي الكواليت بتاعته علي جدا تبدأ إزاي بمعنى بمعنى إنه اختيار الميكروسكوب اللي بنشتغل به حصلت عليه ولذلك إحنا ما نقول لرحان المجاري وخطوات واحد اثنين ثلاثة الجديد فيه إن أنا أستخدم التقنية الحديثة عشان أوصل إلى نسبة نجاح عليها الأول كنت ممكن أجيب أي حيوان المنوي كويس أنا شايف أنا شايفه كويس بالأرديني الميكروسكوب العادي جدا واخد وحقنه دلوقتي لأ بقى فيه ميكروسكوبات دلوقتي أحدث إن تبين لي من جوه هذا الحيوان المنوي أخباره إيه وهل ده كويس جدا يعني ممكن كان يبين إنه هو شكل كويس بس العملية تفشل يعني ما احنا بنقول إدراتي الجديد إن أنا عايز أوصل من 30 إلى 40 في المنوي النجاح إلى أكتر فباخد كل مرحلة وحاول أدرسها وحاول أقول إزاي يحسنها طب أنا بختار حال المنوي بناء على إيه على الشكل طب ما هو ممكن يبقى الشكل طبيعي جدا لكن حال المنوي مش كويس مش كويس كالكواليتي مش كويس إنه يديني بويضة مخصبة ويديني جنين كويس ولذلك بدأنا نشتغل على هذه المرحلة فترة لغاية لمواصلنا يمكن من سنتين اللي هو الامسي إن أنا أستخدم ميكروسكوب بخاصية معينة إن أنا أختار أختار الجود كواليتي بتاعة الحيواني المنوي ودي من الحاجات الجديدة جدا نرجع للمرحلة التانية إحنا عملنا جنين كانت فيه ديبيت فيه كلام كتير جدا جدا هل نرجع اليوم التالت ولا للخامس عادنا جي سنتين ثلاثة أربعة خمسة يقول لا التالت أحسن لا الخامس أحسن وفي النهاية اتضحن الاتنين قريبون بعض ففيه بعض السنترز على مستوى العالم بنرجع اليوم التالت الأجنة وفيه ناس بترجع الخامس لكن الحمد لله النتائج إلى حد كبير مقبولة في الاتنين يعني بنجح أكتر الاتنين النتائج هم معقولة لكن هو زي ما بنقول اللي بيحصل للتضارب ان احنا نقول التالت والخامس والدي بيت اللي يحصل ده لي رأي وده لي رأي لكن الهم حاجة ان نسبة النجاح تكون كويسة ونسبة النجاح دها لا معنى طب هي نسبة النجاح في مصر وفي العالم قد ايه يا دكتور هي لغاية دلوقتي يمكن من 30 إلى 40% بس بشرط وهنا ما جيبش واحدة عندها 20 سنة زي واحدة عندها 40 سنة ايه شروط لنجاح او فشل العملية هو يعني ما احنا لسه برضو كنا وصلنا لمرحلة للجنين وهرجعه طب هرجعه درست البطانة اللي انا هرجع عليها دي جديدة يعني برضو بطانة الرحم كويسة ولا مش كويسة ما انا ممكن العملية تفشل كلها انا اخترت نوع كويس جدا حالما انا كويس جدا وبوايضة كويسة جدا وعملت الحقن كويس وفي انقسام والحمد لله برجع جنين كويس لكن الوعاء نفسه وفي مشكلة فشل طب فشل ليه ارجع الدراسات الجديدة اللي احنا بارل برضو في خلال التلات سنة اربعة سنين اللي فاتوا دولت دقينا ان بطانة الرحم اللي بنسميها المخدة البيت اللي بينام علي البيبي ليه عوامل كتيرة جدا وليه حاجات بدأنا ندرسها ولقينا انه وانا بنشط التبويض بيحصل بعض المشاكل يعني انا في الاول بفيد العيان انا عمل هنشط التبويض وديها علاج عشان اوصل الى عدد من البويضات حلوة جدا في هذا الوقت اللي انا بنشط فيه بيحصل مشاكل في بطانة الرحم عشان كده بدأنا ندرس بطانة الرحم لقينا انه دلوقتي في الحديث ممكن ان انا يعني ما رجعش ليه ما ترجعش ما ترجعش بوايضات ايه ما رجعش اجنة الحملي بقى بره لا ما لي بقى ايه ارجع ولا ما رجعش ده السؤال كان فيه من كام سنة كده عملنا ديبيت برضو هل نرجع بنسميها فريش العينة الاجنة دي فريش يعني مش كريو احنا لما بنحصل ان احنا عندنا ستيميوليشن بنطلع عشرة اتناشر خمستاشر بوايضة بنحن الدولات ونشوف مين الاخصاب لو رجع لقينا تمانية خصيبه ممكن احنا نرجع تلاتة او اربعة ونعين الباقي اللي هما الكريو اللي هما بريزيرفت اللي هما بعملهم في البنك عندي بنك الاجنة لقينا انه كان في الدراسة بتقول ايهم احسن العينة الفريش ولا العينة الكريو تهتي مني ولا لسه شوية شوية المقارنة كانت لما نيجي رجع اجنة نرجعهم اللي هما فريش ولا هل ليهم مميزات عن الاجنة المجمدة ولا لأ الدراسات الحديثة قالت انه ما فيش فرق ما بين الاتنين بل على العكس بل على العكس في بعض الحالات اللي احنا كنا بنتكلم عليه في اول الكلام انه في الهايبر ستيميوليشن ناس اللي عندهم اثارة عالية جدا هناك اختلال لبطانة الرحم فلو رجعت اجنة على هذا الاختال اللي موجود في بطانة الرحم يبقى انا كده احتمالي الفشل اكتر من نجاح عشان كده في بعض الاحيان لما يكون هناك اثارة زايدة للمبايد وهناك هرمونات عالية لبطانة الرحم بتعمل مشكلة في بطانة الرحم انا افضل ان انا اخدهم كل الاجنة التي خصبت اخدها عندي في قلب الكريو اجمدها وبعدين يالي زيالك شهر اللي بعدين او اللي بعدين ارجع يبقى الكريو اثبت انه زي وزي بالفرش بالزبط ودي احد الحاجات الجديدة والتقنيات الجديدة كانت الناس بتخاف زمان يقول لك يا دكتور لا رجع لي الفرش اللي انت بتخزنه ده نسبة نجاحه مش عالية طبعا الكلام ده كله حصل لانه مالوش اي دكتور طب طبطور رحنا بنسمع دلوقتي انه ممكن الناس تحكم في النوع بتاع البيبي يعني ولد شعره اصفر شعره اسود يعني كمان ايوة ده جديد بقى لا لا هو شعره اسود وشعره ده بيعتمد على الاب هنجد من ايه شعر اسود لا لا والله اسمعت انه ممكن دلوقتي شفتها في برنامج انه دلوقتي فيه تحكم كمان في لون العين في لون الشعر لا هو انا بس يعني اختيار نوع الجنين اول بعدين نتكلم على الخواص اللي احنا عايزين هو نوع الجنين دي برضو ايرا حصلت كده من حوالي تلات اربع سنين اللي هو اختيار نوع المولود احنا لما بنرجع يعني بعد ما حقلنا وبعد ما خصبنا وبعد ما بدأ الانقسام طيب الاجنة دي ولاد ولا بنات احنا ما كناش عارفين بدأنا ناخد عينة سامبل من كل جنين كل بويضة بعد المخصبت ونفحصها نشوف الكرمزومات بتاعته هل الجنين ده ولد ام بنت ودي التقنية الجديدة لقينا انه نقدر نعرف اذا كان ولد ولا بنت في بعض الناس تقول انا لأنا نفسي في ولاد نفسي في بنات فبدأنا سيكس سيليكشن اختار نوع الجنين ودي بقى متاع على مستوى العالم دلوقتي وموجود في مصر وكان في برضو دي بيت كتير ما احنا بنتكلم دلوقتي كلنا عملينا نتخاني في كل حاجة انه حرام ولا حلال وكده حرمانية بعد الناس تقولك لما كده انت واذا المؤودة تسئلات يعني الكلام دا كله احنا ما بنموتش احنا بما تهمش احنا بنختار والباقي بنعمله كرايو يعني هو تحت امر للمريض يعني ايه كرايو يا فنم؟ كرايو هو التجميد يا فنم تجميد اوكي اه يعني اختار نوع المولود بقى سهل الاحدث منه دلوقتي هو الكشف على الجنين هل فيه امراض وراثية ولا لا دا الجديد دا الجديد برضا يعني انا مش بشارت ان انا رجع بويضة وخصيبة وبقى جنين ورجع هذا الجنين وانا لا اعلم من زي كان هناك كم من التشوهات الخلقية او الامراض الوراثية اللي ممكن يحمله هذا الجنين طب هي امكانية حدوث الفعلا للتشوهات دي قد ايه ولا بتعتمد على الاب والام الاب والام رقم واحد طبعا وبعدين سن المريضة رقم اثنين لانه برضو معروف طبيعا ان كل مريضة سنها بيكبر نسبة التشوهات الخلقية ممكن ان تزيد في بعض الامراض ولذلك دي حاجة مهمة جدا علشان الجنين هيجي مشوه واي حاجة تتعمل ان هو هيجي مشوه علشان مثلا السن كبر او ولا ايه هو انا دايما بنقول للست بنقول لها انه دايما الحامل حتى في الطبيعة مش الحقن المجهري انه في الطبيعة ان انا فوق سن الاربعين هناك نسبة انتشوهات بتزيد لكن ما اقدرش حكومة لانه ممكن واحدة عندها خمسين سنة وتحمل وتالت زي الفل لكن بنقول لو احنا قلنا نسبة انتشوهات عند اي واحدة في اي مرحلة من السنية 10% لكن مع السن تبدأ تزيد تزيد لغات لما توصل فوق الاربعين توصل تزيد الانتشوهات الخلقية النقطة التانية اللي انت قلتيها على عينيه خضرة ومشهر واصفر الكلام ده كله كويس بقى ايه تبقى نص برات بيت نص لا اللي بيحصل غير كده خالص هو برا بس ده يعني مش مسموح بيه في مصر لا حراما اه طبعا احنا لا نسمح بيه دينا لا اسمح بيه ان بعض الناس بيختاروا في بنك البيضات في بنك الحنات المنوية فكل واحدة نفسها في البيب بتاعتها بتاخد من حد اه اه ماها بتاخد من حد تاني فبيجيبولها الهيستر بتاع هذا الحد عينيه خضرة وشعره اصفر وعايز ابنها يكون شكل ما عرفش مين وتجيب بويضة والفام الهيستر بتاعه اخبره ايه وفيه امراضه راسية في العيلة ولا لا او هو نفس الكلام لو شخص عايز يغب بويضة يعني نجيب بويضة من واحدة هل هي ايه وعنيها ايه وشكلها ايه ورجليها ايه وكلام ده كله يعني ده حاجة مش عندنا في مصر طبعا لا بنك لل لا دي حرام بقى اه لكن الولد هيطلع لابوه اللي امامته يعني مش هيبقى من يعني بويضة تتلقى في حد مش بتاعتها فالأكيد البيبي مش بتاعها ما هو ده حرام ما حرام عندنا دينيا ما ينفعش طيب هل بضرورة عملية الحقن المجهرينية تولد سيزيريان اللي هو القيصري ولا توله طبيعي لا هو هقولك على حاجة هو احنا بالضرورة لا لكن هو السؤال اللي انت مفروض تسأليه لنفسك يعني قبليها هي اللي عملت وصلت للحقن المجهرين قعدت كم سنة فيها انفرتلتي يعني الست دي قعدت خمس سنين اربع سنين بتدور على حمل الطبيعي وربنا ما رزقهاش وقعدنا وحاولنا وروحنا وجينا وعملنا ووصلنا الى الاخر المرحلة اللي هي الحقن المجهرين هذا البيبي حتى بنسميها هو طبعا كل الاطفال عند كل الاباء والامات يعني غليين طبعا لكن ده بيقول عليه بريشيس اكتر شوية يعني بيبي اتصرف عليه بيبي جي بعد مشقة بيبي جي بعد تعب من المعروف المياه ان البيبي اللي بتولي الطبيعي الام بتخش في مرحلة من ال نقول عليها التعب اللذيذ من الاجهاد مرحلة الولادة فدي بنقول لها استرس استرس الضغوط على الولادة وعلى البيبي على الام حرم والله الام محتاجة اجازة بعد الولادة اصلا حد ياخد البيبي حد ياخد البيبي سوى سنتين او ثلاثة وبعدين يرجعاتك هقولكم الحاجة جميلة جدا من الحياة انه الام بتتعب جدا طبعا الحمله بعد الحمله والله لكن بمجرد سمع صوت البيبي هذا الالم اللي كانت فيه من 12 ساعة أو 16 ساعة ولادة بينتهي تماما اكيد طبعا مش عايزة اقول لك انه يعني الام في اسنان الولادة طبيعية بتقول توبة ان انا اعملها تاني لكن بعد اول سماع للبيبي الدنيا بتختلف 180 درجة وبلاء الست دي بعد سنة وبعد اتنين جيالي عشان بتولد تاني لو بعدين كمان الطبيعي بسمع ان الام خلاص بتقوم بعد كده يعني بتمارس حياتها عادي اللي هو السيزيريون هي اللي بتقعد مثلا شهر بتبقى تعبانة لا الكلام ده مش برضو مش صحيح لان الام في الولادة الطبيعية بتمارس حياتها عادي جدا ولولادة القيصاري برضو بتمارس حياتها طبيعية جدا لا قضي ان الجرح بيبقى هو اللي بيبقى الجرح بعد 48 ساعة زي الفل والمريضة ما فاش اي مشاكل خالص وتقدر نتمارس حياتها لكن يعني ده الانطباع القديم اللي عندنا ممكن ده الدلع بقى ممكن برضو فتحة بطنوها يعني يعني طب دك انا بسمع كمان ان في زي امراض اكتئاب ممكن تيجي الامة بعد الولادة هل ما صحيح ولا لا او انا مرة كان في وحدة صاحبتي بعد ما ولدت جيت لها فكرة انه كتخايفة جدا عن البيبي وهي نفسها خايفة تموت وما تعرفش تربي يعني في ناس بجلهم كل الامهات ساعة الولادة فعلا ذكرة ان هي تموت احباط ودبريشن وفي ناس ببالعكس تماما الموضوع النفسي ده بيبتدي من الحمل يعني دايما الام في بعض السيدات طبعا بتبقى هناك خوف زي ما انت قلت خوف من الولادة خوف من مسئولية الولادة خوف من حاجات كترة جدا صحبتها قبل كده حصل لها مشكلة في الولادة واحدة قريبتها ما عرفش حصل ايه اللي بيسمعوه كتير جدا فبيحصل نوع من نوع الديبريشن والاكتئاب اثناء فترة الحمل ويلي اصعبهم الولادة بعد الولادة وكمان الرضاعة بتسبب اكتئاب تبقى رضا الرضاعة تماما ورفضا حاجات كتير جدا ورفضا ممكن تشكل دابي ولا بيبقى عادي لا ده رضا تردع ورفضا انها تتربيه لكن ده ده هنا على طول التدخل للعلاج النفسي مهم جدا جدا اثناء الحمل وده برضو من الحاجات الجديدة ان احنا ما بقناش نخاف من ادوية معينة كنا زمان بنخاف طبعا هل عندها كتئاب نفسي ممكن تاخد ادوية ولا لا هل هتاخد ايه لكن النهاردة الحمد لله بالتقدم اللي بيحصل في موضوع العلاج ان احنا بند النهاردة علاج آمن ما يقصرش على الرضاعة لا يقصر على الرضاعة لا يقصر على الحمل وميت هيألي مش كل الادوية غلط مش كل ادوية صح احنا يعني ال FDA ايه منظمة صحة العالمية عاملين A و B و C و D درجة الخطورة لل A L B A أكتر سنة LC فلما بنيجي نختار بنختار دايما الميزان ميزان العلاج بيحتم الكفتين الام والبي مين اللي هقدر أديله وهقدر أدي للام ايه وهقدر أدي خايف على الجنين ولا مش خايف على الجنين والام هتروح مني ولا مش هتروح مني فدايما الميزانة بكافتين ده الأم أهم لأنها اللي شالة البيبي لكن برضو أنا مش هدور البيبي بعلاج فدايما العلاج لابد أن يعني في هذا الميزان طيب البيبي ده مش بتاع الأم الوحدة بتاع الأم والأب دور الأب باقي من الحمل للولادة إحنا حتى بره لما بنجي ودي حتى بنطبقها دلوقتي في مصر إن مشاركة الأب طوال فترة الحمل دي جميلة جدا لكن أنا بدورها قريتني واضح يا دكتور مايسي مشاركة الأب بمعنى إيه بس؟ اللي أنت قلتها من شوية السيكولوجيكال سبورتي للأمة أثناء فترة الحمل أشكرك دي أهم حاجة أشكرك دي أهم مرحلة ودي بتقابلنا كتير دايما الأب جاي طول الليل ما نمتش أصلاها تعبانة أصلاها وهو بقى لأ حاول وطبطب شوية فدايما التبطبها بتبقى كويسة لأن ده السيكولوجيكال سبورتي بتاع مهم جدا حتى لو نايم ممكن يطبطب ونايم يعني مفيش مشكلة ميزاكش نفس لا فأقولك إحنا معايشة الأب لهذا الحدث الجميل الحدث الأولادة بدأنا حتى انطباقه كان بيطبق بره كتير جدا أن الأب يخش أثناء الأولادة مع الأم النهاردة بنتطباقه في مصر والله كتير جدا أنه اندخل الزوج عشان يحس بقد السيتي دي تعبته ويساعد كمان الأم يا دكتور يعني أصير الفكر نفسها أن أنا زي ما بقول حدرك السيتي محتاجة فتت روحة يعني هي طول الحمل هي في ميشن وبعد كده بتولد بتبدأ ميشن تانية بيبعندها مسئوليات كمان مسئوليات أكبر بكتير يعني بيبي وجوبة ما كمان بيبقى يعني الحملة أخاف عليه ده صحيح لا بتبقى مرتاحة يا فنة أيوة بتبقى هي ما بتبقاش فكرة كده أيوة من السيتيات من أول السابع تقولي يا دكتور أنا عايز نزل خلاص بقى أنا عايز نزل لكن هي لو عرفت أنه بعد ما هتنزل هذا البيبي وهتشوف قدقي عياض بالليل وصحيان وارضاعة وحاجات كتيرة جدا جدا بتقولي يا ريت لا أنا عايز أركع تكمل سؤالي من مرة تانية للست بعد الولادة من الراجل عشان ده مهم جدا أما بشوفوهش بصراحة خالص بيختفي الراجل بيختفي لأنه عليه مسئولات تانية يا بلاد عليه مسئولات تانية صح ما هو اللي بيجيب الحاجات اللي يعني ما هي ما ينفعش هيقعد في البيت رب الواد ولا هيصر لا يعني ساعة في اليوم كفاية لا أكيد أكيد النحية دي بتبقى موجودة يعني احنا مش هزين نقولها أنها مش موجودة لا موجودة لا هزين نقوله يعمل إيه عشان يطمن عشان ما يجلهاش الاكتئاب اللي هو ما بعد الولادة الراجل يعمل إيه لا مش كل واحدة بيجيلها اكتئاب ما بعد الولادة ومش كل واحدة بيجيلها اكتئاب أثناء الحمل لكن نقدر نقول أن الاتنين بيشاركوا مع بعض اللي اتنين بيشاركوا أسناء الحملة وبشاركوا بعد الولادة وبشاركوا في كل اللي دي الحياة يعني الرجل وجوده مهم والست برضو وجده أمور ماشي يا دكتور مش حرك دبلوماسي جدا بس تمام طيب دكتور محمد فريد دكتور أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري نوارتنا النهاردة في نهارك سعيد ربنا يا خلي كيف نجي نهارك سعيد مشاهدينا خلصة فقرتنا بس لسا مكاملين معاكوا بقى فقرات نهارك سعيد شكرا